وذي كفن تبع الموجة الله يبارك لك وتحية لك والسادة المشاهدين وتحية لإذاعاتكم والموقرة والكل العاملين فيها قدش يتعبك أنك تكون معنا اليوم في الإذاع؟ يا مميمتي خمسة حفلت خطر الغناب بالنسبة لي أنا سهل أما الكلام التوى الكلام يا مميمتي مع أنت اليوم بشتعص على لسانك برشا؟ حياتي كامل أنا عص على لساني وشاء الله ربي مع أنت ساعات تحب تقول الكلمة تقول المخك متخلش؟ لا فما حاجات ساعات تقولهم بتلقائية وفما ناس اللي تستاط في المية العكرة واللي تخلق المية العكرة بيش تستاط فيها بيش يأولوها وأنا بكل تلقائية نبدأ نتكلم نتصور جاوستهم اليوم بالعمر بالخبرة جاوستهم أكيد ما هو التاريخ التاريخ والوقت يزيد يثبت حقيقتك ويثبت فعلا أنت شكونك نشكرك برشا على حفلة جميلة وفي غاية الروعة في مهرجان قرتاش إن شاء الله يا ربي نكون دايما عند حص نظن وشكرا لمدير المهرجان اللي أعطاوا فيها الثيقة والمهرجانات الأخرى كذلك في اللي عملتهم السنال كلهم صدقني أنهم بنفس المستوات طبعا لكن يبقى كارتاج التاريخ والحجم الكبير وبينك وبين كارتاج قصة كبيرة قصة غرام ومحبة وكبت كارتاج تقريبا في كل حالة ولكل قارتاج الأمس وقارتاج الحاضر أكيد وتعرف بليح أنه حتى مسير متاعك في قارتاج كانت موفقة عمري من تصور لك أول نقول هالك وهو مديري المهرجانات يأكدو لك ذلك أنا أول أول فنان تونسي خديت حفلة واحدة في قارتاج عام تسعة وسبعين تسعة وسبعين؟ أول مرة أنا أخذ حفلة واحدة في كارتاج وهذه كانت لي درس خديت تسعة وسبعين عملت حفلة وغنيت وقتها يا شغل بالي ويا من توحشني وزينة بنت الهنشير وكان سيكسي العام اللي بعده شاركت مع أخويا عدنان نحييه من خلال برنامجكم وكانوا معنا فنانين عدنان الشواشي عدنان الشواشي وكانوا معايا فنانين أخرين نسيت غنى وغنياتهم وأنا غنيت مشيت غنيت غنيت غنيات أخرية غنيت القدم كليد دم دم؟ أي عليه؟ أخاتر عاودت للتاريخ معنا ما جبتش جديد من نهارتها تعلب درس قلت كارتاج والحفلات وقيت لطفي بش تبدأ تخدم أنا روحك وتعمل برنامجك من وقتها نخدم لليوم والحمد لله وفضل الله ما نتصورش أنك أنت ولا تشوف وترجعوا بالتاريخ في مهارة جينة كارتاج ما تلقاش حتى حفلة تشبه لأخرها لا شكلاً لا مضمونة لا والكلهم إذا كان ما فيهم شي مينموم مينموم خمسين في المياه جديد رغم اللي أنا كنت مختلفة معاك في الكواليس وقتلك لطفي بوشناق نحب ناس نحبوا نسمعوا نحن نجينا بش نفره دو معاك المسايا وإنتي شمسي والعين اللي ما تشوفك شي وكيف شبحت خيالك وكيفاش وصلوا هذوك لغنيات هذوك واني غنيتهم في الحفلات لقدم غنيتهم أول مرة عاملوا شيكسية كيما عندي غنيات جدد نقدمهم في الحفلات الجديدة متاعكي من بتاع كارتاج وانا في كارتاج المرة هدية كابابل بش نعمل لك مية في المية جديد من الفنانين القلائل اللي اللي سيكسية متاعك يطلعون من حفلاتنا نذكر أنا مواطن لغنيات ضربت من حفلة وقت لليوم اللي غنيات تضرب من اليوتيوب تضرب بفضل الإدعات بالتصوير بالتصوير انتي من حفلة تعمل غنيات تتقدم مرة تضرب ضربة كبيرة برشا وهذا يبقى استثناء اليوم حبينا ونكرهنا يبقى استثناء صدقني نعاود نقوله لكلام مرة أخرى لطي بوشناق أنا لطي بوشناق لا أبحث عن موقعا في هذه الساحة بقدر ما أبحث عن عمل يذكره لي التاريخ وموقف يذكره لي التاريخ أعمال عندك أعمال يذكرها لك التاريخ أكيد عندك الأعمال اليوم هذا اللي نسعاله هذا اللي نسعاله اليوم المعلم في الفن في تونس ما نش معلم ديما نقول تلميذ صدقني ومانيش نزعم نعمل في تواضع مزيف نعمل في تواضع أه والله لا والله لا والله لا والله صدقني أو كريت حفظت حواراتي الحمد لله علي أما شوف اليوم اليوم شكون المعلم في الساحة الفنية بابا الغلي فما برشا معلمين ما نحبش نقول معلم أنا أخويا نتعلم يموت المعلم وما يتعلم هابش نفسر لك عليش يقال إنه وتعرف اللي يقولك ليبل على كبارها أي ولازم ديما لازم ديما القدرة فما كبار زادة في تونس اليوم اللي ينشطوا موجودين شكون فما ما ليش نحكي علي ينشطوا اليوم عطيني الكبير اللي ينشط اليوم عطيني النموذج عطيني الكبير اللي ينشط أنا ما نحبش نكون فيما نحطش روحي هذه مسؤوليتك تاريخ هو اللي يجبرك بيش تحط روحك تاريخ وأعمالك ونجاحاتك اليوم كي تقلط في بوشنينك ما فهمه إجماع بابا الغالي أنا نخدم أنا أمنت بالله وبالعمل ما فهمه أحد شي ربي يكرمك وربي يعطاك شجرة وعطاك كي ما عندك واحد عنده شجرة قاعد يأكل فيها ولا عنده أرض قاعد يأكل فيها في الخبز اللي هي الفن متاعك هذا ما تصرفش عليها ما تسقيهاش يا سجرة ما تغبرهاش ما تصبرهاش ما تتويهاش بيش تسقي فيها بالعمل نعطيها حقها ناخذ الملاحظة من عندك أنت وناخذ وعندي مجموعة من ناس اللي بستثيق فيهم حواليا معانتها من كبار تعرف أحيانا نخجل على روحي من حاجة حاشيك 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 أحيانا نتجرى أنا بش نعطيك ملاحظة أي قد ننسى في لحظتها من أنا ومن أنت لا أنا قد ننسى أحيانا في نفس المستوى أنا من أنا ومن أنت أين إلى ومن أنا حتى متى يعود لي رجع الصدى حتى متى فمن يعير عينه لكي أرى ومن يعير أذنه كي أنصط لا شيء في أفقي سوى عنق الذي إلي وحدي نازفا تلفت أقول ليلي قد مضى فهل مضى أقول فجري قد أتى فهل أتى أنا جذع أرضي لأزال واقفا لكن خوفي لم أجد لمن بت أعيد نحت صخرة أم صرختي ألم مني موطني المشتتة مر متاهي يا سؤالي اقترف ذنب الجوابي بعده عش أصمت يا موطني متى تكون موطني متى متى حتى متى قلت لي من أنا تفكرت لغنائي مني قلت نقول أنا من أنا حتى نقف قدام الفني الكابيل نقل له هاي ملاحظة فنية ولكن شوان يزيد يخجلني أكثر ألاحظ فيك أنك تتحول إلى متعلم أمامي تسمع وتنصد بخجل وبتواضع كبير لازم نفيك نخرج نقول يا خي أنا شبني تصرفت هكا ونتصور معناتها تتعامل هكا مع ناسي والله وراسك انتي هذيك حقيقتي وراسك انتي والقرآن هذيك حقيقتي أنا كان مازلت مواصل موجود لأنني أقبل الملاحظة واللي ما يقبلش الملاحظة ابكي عليه ماكش ماكش شسمه ماكش معصوم من الخطاء ناخذ بعين الاعتبار كل الملاحظة كيف تجيني ملاحظة من عندك انتي وتعاود تجيني من عند شخص آخر نجبد جرس الخطر دق جرس الخطر هذا كلام مصحيح يزمني راجع نفسي في الكلمة اللي يقول هالي وكما قلت لك الناس اللي دايرين بيا اللي نخدم معاهم معنتها نستشير ومش هكاكا يعني العرض متاع كرتاج ومش هكاكا عمناه لازم نستشير اللي نخدم معاهم دم فتحي محسن الماطري عبد الحكيم بالقايد صلح الدين بوزيان موسيقيين لطفة بوش نقص سمحني لكن استعراض عضلات في الجزء الاول من قرتاج مش استعراض عضلات انا نحب نقول توا العالم العربي الكله الكله العالم العربي الكله يغني بريسك في نفس النمط في نفس الاشكال الغنائية هو اللون الخفيف اللون الخفيف اللون الخفيف انا توا نقول كي ما قلت لك في الكونفيرانس بعد الحفلة احنا 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 اذا كان اكبر كارثة وقت اللي تحس تحس اللي فما مؤامرة انهم يقلعوك من جذورك اذا كانت نحيت من جذورك ثقافتك وتاريخك وش نقول اتبقالنا احنا غير الثقافة لاثبات الهوية وتبليغ الرسالة وتلميع الصورة ودعم الاقتصاد اش نقول اتبقالنا اذا كان انا في تونس ما نغنيش الدور وما نعملش السماعي وما نعملش الموشح وما نعملش القصيد وما نعملش المونولوغ وما نعملش التقطوقة والمواضيع المختلفة الويش تالع بش نقلد الناس الاخرين هما حرار انا احترمهم كل الاحترام لكن انا مطالب تسبح عكس التيار تولي نعم تسبح عكس التيار وش حق انا ما نش حق قتلك ما نش نلوش في بلاسة ما نش نلوش في بلاسة ما يغريكش النجاح ما يغريكش مجد التجاري شوف شوف بش نكلمك انا التجاري انا ما نش تجاري الثقافة مش تجارة بالنسبة لي انا الثقافة روحانية وتعبير وكل شي طالع من الجواجي وطالع بصدق من القلب يصلوا الى الناس للقلب والجواجي والناس في تونس وفي العالم العربي وهكا ترافية يخي بلكش في تونس برك هاني نتجول هاني في المغرب مغرب مصر لبنان الأردن ماشي الأمريكا مهرجان العشرين سنة بتاع مهرجان الموسيقى العربية جوزيف نخلي يمكلمني قال لي لا اتصور مهرجان مرور عشرين سنة على هذا المهرجان لطس يبوشناك مش موجود فيه يعني باش هذا بالصدق انك تغني في شيء بصدق انك انت مرآة تعكس الواقع اللي انت عايش احنا نعيش في فترة صعبة هل انت موافقني ولا لا اللي تعيش فيها الامة العربية وتونس اللي تعيش فيها شنو نقعد وديما نطبلو وديما نشتحو انا اشتيح بما نيش ضد اشتيح وقمت وشتحت في كارتاج كل شي عنده عنده لا افراطة ولا تفريط ومسك العصام من النصف وقال لي زمني باش نشتح باش نشتح نشتح ونحب نشتح ونشتح الحقل زادة مش لحنان بركة ملا شتحة دي مش شتحة هذي كاتهانكيرة تتسمر هذي كمتاع حوم معربي كل متاع الرجلة حشك انت تشتح هكا دي مش هكيكة نشتح هتي انا اشتحت طوة تعملت هكيكة اخيانا زمت هاي هذيكة مش ستح معناتها مش نشتح بالحزام احنا بالنسبة لنحنا في الحوم العربي يقولي ترابينا الحزام مكان متاع المرامة يعني مدور شايف بلك تيف بتاعك اليوم فما برش رجال يشتحوا بالحزام ربي عينهم بخويا نعزيز انا ما قلقونيش ما يقلقنيش انا انا تربيتي ولد الحلفوين ولد سيدي عبدالسلام وباب سعدون وباب الخضرة وباب العسل نعرفهم كيفاش الرجال حتى المزودية كيفاش كانوا يشتحوا يعني يتفهمت هنكيرة اخرى يبدا يشتح يقولك في الجنوب في بعض المناطق موجودة الشطح هذيك صحيح ولا ليه والله ما نعف يشني الكل نتشرف بالجنوب لا مريتها ولا ليه انت الدور باهيشي باهيشي فما عندهم ريقهم عندهم ريق معتهم اما انت وفيه للبيئة اللي تطلع هكاكا تربيت وهكاكا عشت وهديك الاتصاور اللي قعدوا لي في مخي اما محلها شطحة طونا عودوها شنين مشكل انت شتحت على كيف شبحت خيالك تحب نعملو ضربة لأنا مش مشكل عالكورنيش كيما تحب احنا الكورنيش نعطيوك البحر نعطيوك الموزيكا وانت عطينا الجو لا لطفي بوشناق ضيفنا اليوم الفنان الكبير في كورنيش موزيكا فام خليكم معنا بحت خيالك لطفي بوشناق على موزيكا فام والفنان الكبير لطفي بوشناق ضيفنا اليوم على الكورنيش لطفي بوشناق ما هوش معناتها وارد بشكل كبير انه فنان في المسيرة هدي في العمر هدي ناجم طلع لك غناية هيد وتنفس الهيتات متاع الشاباب وتوليت التسمع سبحان الله يا ودي ليس فضل الله قلت لك كل ما يطلع بصدق قراه هذه حكايتها كيفاش هاي بابا من فما حتى حكايته يكذب عليك اللي يقول لك راني عملت غنية سيكسي مش خلطة بيش تتعملها لا تعطي مينموم خمسين في المية كيف نقعده مع صحابي قبل نكتبه النوته وقبل ما نسجله شرايكس يا عبدالحكيم شرايكس يا محسن شرايكس يا فلان شرايكس يا فلتان شرايك لا حلوة خمسين في المية هدك الباقي الكله على الله هذي مع الشاعر سلاح الدين بوزيين سلاح الدين بوزيين اللي يخدم الله يسامحك يا ريح وشك الدنيا المدرسة احنا الجود احنا الكرام لا الله يسامحك يا ريح روح يتنوح على مركب ايه هو اللي يكتب هاي الله يسامحك يا ريح منيش غلط مع معلومة ايه مصحيح الله يسامحك يا ريح روح يتنوح على مركب اللي يضع وين مروح يا بابا أحنا الجود أحنا الكرم هو اللي يكتبه هو اللي يكتبه و جاب لك الكلم قال لك لحن أكيد يعني فما عشرة راه مهم برشا أنك تعاشر طوى مع آدم فتحي أكثر من أكثر من 35 سنة راجل دارسني من داخل كما هو معنات البارتي الكبير في مشواري الفني مع النقلة النوعية اللي عملتها في حياتي وصلاح كان مشغول لما آدم معناتها متفرغ للخدمة هذية للشعر وخدمته معناتها الترجمة والشعر يعني وقت اللي يعمل غناية قريك من داخل يعرفك عارفة ما عشرة وانت تأكد من الكلام هذية أنه كل الأعمال اللي خلدت هي ولدت وراء ثنائيات قدش خدت منك وقت كيف شبعتك؟ ما تخدش أكثر شوف هذي قدش خدتك؟ والله ورأس كنتي والقرآن لا أقول إلا الصدق ما خدتش مني أكثر من الوقت متاحة متاحة أيا خدت الستوديو صبيت؟ مش صبيت لا شاسمه التلحين التلحين بالوقت شدي تلعود بابا الغالي مش ساعة جن الإبداع ما عندوش وقت يدق عليك ساعة ساعة هذي وقت شدق عليك جن الإبداع؟ دق عليها وأنا نقرأ فيها معانو وقت؟ بالضبط بالضبط مع السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة وقم ساعة متاحة السباح؟ لا 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 في العشية في العشية يا جن الإبداع أو كتعرف الوقت عاودها رجح؟ لا ما عندوش وقت يجيك حتى الاربعة متاحة السباح ما عندو حتى وقت يتايمك يزعجك اي 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 أنا شوف أنا مرة عطاوني مسلسل نبيع العشق وكان بشي لحنو ما نحبش نسمي الاسم كان ملحن كبير في مصري مصري ما تفهموش معاها عطاوني فيه أربعين عمل وما زلق له مشهر وانا نخدم وبعطاولي وحبو يتحداو راني هبلت هبلت معنتها معنتها ما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش للحان اتعدت عشر ايام اتعدت خمس تاشين يوم وانا نقوم عقب الليل والصباح والعشية ونلوش كيفاش ومبعد في عشية من زمان هبطت الشير كله مع بعضه كيف سامعوه صدقني الشاعر قال لي انا ما نيش مصدق اللي هذو كلماتي اعملت ما نعرفش تعرفهم يعنبيع العشق يعنبيع العشق أربعين عمل وفي موسيقى التصويرية فيها وتيتر بداية وتيتر نهاية ما عندوش وقت عملت كذلك الكان متى معاسي نحييه خويا رؤوف بن عمر حبيبي وصديقي ورب شاء الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية وقت اللي عملنا كان 2004 واختاروني أنا للكوريين كذلك باش باش نلحن الموسيقى التصويرية والأغاني اللي موجودين وعننا شهر في دينا عديد 15 يوم 20 يوم اللي انكلمني يا رؤوف بن عمر كان يسمع فيها اكدولك قال يا أخوي العزيز في يدك أربع أيام وخرين لكان ما كان ايش أخوي يا خليني اهبلت اهبلت رأني نقوم لاربع عام بتاع الصباح نمشي نشد العود تك تك نبدأ نحاول باش نجي ما فهمه شي ومبعد الشي يهبط وقتها تعرف شنية هي كل فترة هذيك كل تبدأ تستنى الشي يبدأ يغلي فيك من داخل الشبر اي الشي قليت هذيك أنا مواطن والقرآن والرحمن لم تأخذ مني قد الوقت متاحها صارت فك الظروف وانا قاعد ونسمع في الكلام متاحها متاع مازين الشري خذوا المناصب اي يا ودي سديت العود هبط كل وحده كيما شيعر زيدة كيما شيعر كيما دموعك اللي هبطوا في العرض متاع هذيك هي حاجة غليت غليت تابت وقتها بربي على الغنية هذي ما تزدقش هكا الجو النوبة ما تحدش الجو النوبة شك سنية كيف شبحت خيالك اكيد فمشي نوبة هكا محضرها يا ودي ما نحبش نسبق لحده كل شي يجيب وقته ما نحبش قول لك قلت لك كل شي بش يجيب وقته بإذن الله اتأكد اني بش نخدم ما يغنى اليوم ما يغنى اليوم في النوبة مثلا نعرشنا ركب على الحمرة وغيرها انتي شو موقفك ما يغنى اليوم انا ما نقولش انا ربي عين الناس الكل انا عندي كلام متاعي انا اللي هو يعني عندي نوبة عندي حضرة كاملة حضرة هاو عنا نحنا كذلك اغاني من التراث ما نقولش يا اخويا اخويا التراث هما عملوه ناقف وغادي يقف التريق عند التراث التراث على راسي هذي كان مدرسة متاعي هذي كان مدرستي معناتها توابه بعد المسعدي وبعد كاراباكا وبعد الله يرحمهم الاسد الكبار بعد دعلي الريحي ناقفوا ما عادش نعملو هما عاشوا عبروا على وقتهم بالحس متاحهم بإيقاع عصرهم كلمهم كلمهم تقبلوا بالحسن يا شادلي فما برشا اغاني اللي فيها التغزق مش تغزق فيها التماس من الاولياء الصالحين بابا الغالي انا ما نحبش ندخل في التحاليل هذي انا عندي نغزر كيفش نغني على سيدي بالحسن الشادلي عندي لغة اخرى نغني بها يا بابا حملك لا انا ما نقول اش حملك كايدني الشك والله انا نقول بيك ذكر الله شع شع نورة يا بالحسن وربوتك مشهورة وصلات ربي عني بيتتردد وقرآن يتلى فيك صورة صورة ووراد للانسان يقرأ ويرقى ويراد دنيا زايفة محقورة لفرق بين احجارها واذهبها ولفرق بين القصر والمقصورة ويتذكر الانسان زين اعمال ويتحصر على الفعائل والمنكورة واللي زرعته يا ابنها دم تحصد واللي عملته يصادفك في الدورة في مقام سيدي بالحسن اليالي بغفران ربي ان شاء الله ممهورة روحانية اخرى وصفية اخرى ياريت الأعمال تهبت ونشوفوهم ونشوفوهم فعلى المسرح خطر ابداع لطف بوشنيق دوبة العرض وياسي ان شاء الله نحضر وعرض كبير البسي الكاسك مش نسمعك حاجة لحب ناخذ موقفك من بعض الأعمال اللي تتقدم وبتبيع نستنيل وبرأي الفنين الكبير لطف بوشنيق نبدأ بالغنية لولا مثلا تعرف الغنية تعديت عليك سمعتها لا وانا ما سمعت اول مرة اول مرة مدايم والو اهي غضوة الخرجة معب بيساكو كون بيساكو شمعتها معب بيساكو غضوة الخرجة معب بيساكو عندها إنسان يخمم في الحرقة يخمم بيسي سيفر فد من البلاد بابا الشبابي عنده الحق بيسي عبر على هذا حاسه هو ما نجمش نحط روحي في بلاسته هو حاسس الشي هذا وعايشه ومن حقه بيسي عبر عليه الغنية هذي هيت بيسي كسي في تونس علش لا علش لا قتلك هذا يحكي على وضع معين هذا ما عاش اشعلت أنا نحترم نحترم اللي يقدم هو مرآة مرآة الواقعة اللي يعيش فيه هذا واقع عايش وشباب نازل كان هذا الرئيس الحكومة وحطوا لغنية هذي وحافظها ويدندن فيها علش لا علش لا ليست الحكومة كذلك مسؤولة على وضع الشباب هذوم مش مفارقة ما بين رئيس حكومة يغني على الحركة هو اسمعني بوجهة شباب شوف هو ما نحبوش ندخله في السياسة أما الوضع مش هو المتسبب فيه هذا موروث عنده مدة ومش هو المسؤول عليه هذا مال هذي هي حقيقة هذه حقيقة عايشتها تونس وضع نعيش وضع صعب وضع صعب جدا يعني كيف تعرف اللي انت ميزانية البلاد بابا 76% متسلف بابا والشباب قعد مطال مطال ومفهماش خدمة ومفهماش انتاج والنمو 2019 زيت كان 2018 8 فصل شنوة ولينا طاو 11 فصل ترا قديش يعني مش معديش بالضبط هذا شي خوف الشباب هذا هو حاسه منحقه بشي عبر عليه احترم احترم اما نحب نقول انه ما سخنش ببيت اه ما سخنش البيت عبر على روحه وقال بيه سامعك حاش اخرى واتن كواتك لو كان النار اللي كواتن كواتك لو كان النار اللي عقلت الصوت اه اذير فنين نورم هانا نورم هانا اي نجم اقول تحية لتونس حبي زع ما يقول غناية تونسية بشي فنيا كيف اشتراها علشنا اجادها اكيد اكيد ما نش بش يعني بش نحكم على صوت هانيم هانا صوت ممتازة احترمه كل الاحترام به نسمعك هيت اخر من هيتات الموسم اللي هو الغنية هذي مثلا هذا هذا الكل دي ما نقول هذا واقع واقع تعيشه البلاد هو عبر عليها هل كل واقع يعيشوه يغنى قابل للغناء قادر انه يعني لطفي بوشنيق ينجم ينتق في الغناء كلمة الصبابة وكلمة البندية بابا هذي بابا هذي توا الحكاية تختيار الكلمات بابا هذي انا حياتي كامل عايش مع الشعر وعايش لكن هو توا حتى انت توا حتى تشوف حتى في البرامج والقراية معاتش فما ناس برشا تقرر هو يعبر بلغة الشعب اللي عايشين وفيها نقطة ضعف ولا نقطة قوة حالة نقول واقع صحية ولا مرضية كل شي معنتها الرجوع الى الاصل فضيلة فترا مروا بيها وعبروا عليها وكانت شاهدة على الحق بالتي نعيشها وآه يعني موجودة هذا الشارع هذه لغة الشارع توا موجودة هو عبر عليها نقولوها هذه لغة الشارع للأسف موجودة تحبها ولا ما تحباشي باش تتعدى في غناية انت تشعر تعيش فيها في الشارع توا كنت تسمع فيها متسامح فنيا لأقصى الحدود مش 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 حكاية متسامح مش من حقي اني انا باش نحط روحي في بلاسة فنان طلعت منه واذا كان عاملت سيكسيرة وما فماش شي يعمل سيكسي ويضرب ويعاودوه الناس هكاكة سبهلة له لازم فما حاجة حاجة فيها عبرت على واقع معين يعيش فيه الشارع التونسي لو عبد الحميد يقولك بابا غني الغنية هذي للمسلسل صبابة ولا وبندية لا ما نغنيهاش انا ما نغنيهاش وانتي تعرف انها تولي الشيكسي نعم وتعرف انها بش تولي الشيكسي تولي الشيكسي ولا تولي ان شاء الله ربي زيدي نجحه الشاب بشير احترمه كل الاحترام اما مش متاعي ما تخرجش علي لا في لبستي ولا في عمري ولا في ولا في تاريخي ولا في فهمت حتى كيف نشيت اسمعني بش نأكد لك كلام متاعي انا مكشفتني في معاك الجروب ايام في 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 الاهرام في الاهرامات اش غنيت غنيت مويل وغنيت متاعي ريقي العربي متاعي وهم كيفاش قاعدين وشفت ردة الفعل متاعهم الغنية اللي عملوها هذيك الجي جي شاركت في المويل هذك تاع سعاد ومولاي هذيك تشاركوا فيها السنافي في نيفادال وصل عرب العربي الوحيد حتولو الغنية متاعو في المهرجان نهرجان نيفادا بش نسمعك حاجة اخيرة ما حاولت عرفها لا نعرفها تعرف اي اي بكل سرور حستها بطريقتها وعبرت عليها بطريقتها التحية لشي ما محمود نتحية كبيرة لها كلمتك قاتلك سيلوتفي نحب ناخد الغنية اظن كلمتني قتلها حرة عزيزتي تعمل اللي تحب معندي حتى مشكر الاصل الموجود هي حبة رهب بحس اخر وبعمرها هي وبحب صنوريتي اخرى بورك وابا تبارك ذلك لا ما عندي حتى مشكر بعض الفنانين يتقلقوا ينزعجوا لا 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 ما انا ما عايشش ما اناش عايش على غناية يا بابا الهادي اما هذا جزء منك او ليه اي اي اشنية المشكل اشنية المشكل حستها هكاك وحبت اتعبر عليها هكاك قولك بورك وابا ما قلقتنيش ما بدلش اللحن عبرت عليها بطريقة اخرى بصنوريتي اخرى بورك وابا هو الغنيات فهم برشا غنيات في العالم يتعاودوا بتوزيع اخر علش لا انا بالعكس يشرفني بيش نعملوا ترتيحة بيش نسمعوا واحدة من اجمل اغاني اللي تشوفوا شنية يقول يا مميمت لانا الحيو ادن فانح ازا داك اي باهيش باهيش ادك اخوية وعينية نخترعك في خيالي وبك نعيش انا المقطع هده يعجبني على الأخر انت شمسي لطفي بوشناق لطفي بوشناق انت شمسي على موزيكة فام الفني الكبير زينا اليوم في كورنيش موزيكة فام برشا يكلم ويطلبوا الكراسي اذا كان لقينا شوية وقت نعديولكم مقطع من الكراسي من الحاجات الإيجابية في لطفي بوشناق انو الأغاني الوطنيات متاعك مع انتها ما شاء الله تنجم توصلت وليه تيتو مطلوبة مرفوضة موجود برشا 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 أغاني وطنية موجودة والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يلقاوا حظهم في البث في وسائل الإعلام للأسف تعرف اغطيس انذكروا الأغاني الوطنية اما في المناسبات الوطنية وإلا وهذا يمكن قدر بعض الإذاعات فما غناية تعجبني برشا بأنسير ما أنا مسمينها الدستور هي تونس أنا وعالحب ربي تونس دستور هذيك بتاع تونس كاملة فما غناية أخرى كذلك تعز علي عمري ما سمعت في العالم العربي العالم يتكلم أنا الخفاق والعز المصون أنا التاريخ يعرف من أكون وفي ظلي تكسر كل قيد وثار على السوادي اليسمين أنا عنوان أزتكم جميعا فبعض الله لي يحن الجبين نعم 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 نحن في هذا العالم حين رفعناه هوى في أرضنا كله صنم حين حملناه رنا كله شهيد وابتسم نعم 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 التونس الحر الأصيل شامح على كل القمام طالع على جناح الرياح زارع على الشمس العلم أحنا الجود أحنا الكرم أحنا الجود هذا بتاع جدا صلاح صلاح الدين أولادك فنيا أبناء غير بري غير برين فنيا كيفاش بعاد على خطك أي عاويلهم مختلفة جدا وأحترم ذلك وأحترم ذلك عندك يشكون يعزف روك أي حمزة وحمزة من المفروض كان يعزف من المفروض من لطف بشنيك تتصور بش عزف عود لا لا عزف كتا عنده ريقه وعنده ثنيته وعنده جو غير بار فنيا ونتصور أنه بش باو من حب بش بزعمه بش نعمله ببري سيتيا من نتصور بش يكون عنده شأن في الميدان خلينا تقول نتفصله من عبد الحميد اللي طالع ما شاء الله ربي شامل ومنورنا ونهنيه عبد الحميد على نجاح أعماله داشرة رقم قياسي في تونس في إراداته وداشرة كذلك أعمال الجولة في المهرجانات العالمية في نيز والمسلسل معناتها ما نجموش ننسى في بالك الفيلم فيه في الصين وفي كوريا وفي المكسيك مدبلج جدا بي زي كيف كيف حتى عبد الحميد غير بار بابا الغالية أنا أهم حاجة بالنسبة لأينا أنه كيف هما يراوني كيفاش هما يراوني ديما باتصال معايا يراوني ديما في البيرو متاعي في استوديو متاعي وديما الخدمة والعمل نقلوا عليك يعرفوا اللي النجاح ما يجيش بالرقاد لا ما فاما حتى شي يجي بالرقاد الخدمة والعمل والانضباط والكلمة والخدمة والعمل والانضباط والكلمة ما فاماش حتى شي ما يجيب لاش ما وصلتش انتي الهادي زعين بشو وصلت اللي عملت الاسم هدايا مش بالرقاد راه راه كيف تحضر البرامج متاعك تبدأ تهبل في الليل شبش تقول وشبش تكتب وشبش تعمل وكل شي هذا الكل راه وكله عنده ثمن ما فهماش حاجة شخور بهم الولاد قول لهم عبد الحميد قلو براه ما يعرفوش عبد الحميد كي جب حدايا قال لي بيقول ليش بابا ما نقرأ في عينيه ما نحبوش بابا ما نحبوش يختر نحبو دي ما نحب ان نعمل له كل هذا صعيب مش هكاك شرقي يثر شرقي تيمال اشنا هو من جاي من تونس اضربته مرة حتى مرة عمري ما نثبت على روحي هزيت انا عندي عندي طريقة اخرى في العقاب في العقاب الحرمين لا التجاهل والسكت يا امي السكت يا امي تعرف اللي انت مخيف سكت اكثر من اللي وممتع وانت تتكلم وانك لما تبدأ سكت مخيف انا ضحية معلمح انا دي ما برشة ناس اما انا رأني بتاع ضحك اما خطر انت تتحكي معا في السريو اما كان ندخلوا في التفادلي كيما النقطة اللي كنت تتحكي لك فيها اما انت بابا تدخلني بابا في بلايس اما انا رأني بتاع ضحكو بتاع قاعدة انا انا كان نقول لك شيكلموني كل يوم ناس بيش ياخدوا اخر نقطة ما فامها حتى مشكل تبتاخو نقطة مش مشكلة عندي حتى انا طال على بلين اخو نقطة قال لك واحد قاعد مع مرضو قال لها بربي بره اجيب لي شوية ملح قالت له لي قوم انتي بره الكوزينة يا اخي اطلبها في التليفون التليفونها في الكوزينة قالت له ولو شكنوا معايا قال لها ربي قلها وانتي راجع اجيب شوية ملح يزيني يا اخويا من الكوب يا اخويا دي ما تشد دي اما انا جست علقت على انه ملامحك ما تعطيش الحقيقة وشخصيتك كذلك عندها انتي تسوق دائما شخصيت بابا اخويا من يوليدك الصعيب بابا لا الاسل للناس اللي يعرفوني انا عكس ذلك وفما في بعض احين بعض احين الناس تلقاهم ضحية الشكل متاحهم تصويرتي انا وملامح وجهي تظهر متعراج القاسي والصعيب ألا يحميك ذلك ألا يحميك ذلك محمد الله يحميك معانتها احيانا تعرف احنا زي دولينا في عصر المخرطانية شوية معانتها لا 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 منحبش الشكل والملامح يقولك لا معانتها يحمي ذلك كذلك الفنان حتى الصورة والمشهد والصورة المسوقلة اللي في بوشناك اكيد بابا ما توليش يزادة معالجية لا 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 مش معالجية هذا زادة فما عندك تصوير يجبك تحافظ عليك بشتلع بشتغني انتي كان بشتغني موضوع مهم للبلاد لكن يبدأ واحد مشهلك ما يصدقوهش عما بشتغني غناية وطنية ولا بشتغني موضوع مهم عندك تصويره وعندك صورة هذوكم فلانتيم نحكيو فيو في السياسة في تونس اخترت حزبك ولا ليه؟ اختاني اخويا اخويا من السياسة اخويا انا احزاب لكل اصحابي انا نمشي مع هذا بش الاخرين يولي وضدي والاخرين وش مدقني مو عندك حزبك اللي تحب انا حزبي لبلاد انا حزبي الدراب والاحمر حزبي كل الرجل الفقير والبطال والشباب اللي قاعد الكل هم يقولوا انه احزابهم لبلاد الكل هم يقولوا حتى الاحزابك يتكلموا يقولك نحبوا لبلاد والكل اللي بش يعطي البرنامج متاعه الصحيح اللي بش يخدم لبلاد هذك ناقفه معاه ونشجعوه وندعموه ونقوله كلمة حق فيه وكهو خرجتلك صورة وانتي تصفح في رشد الغنوشي البعض اعتبرها نوع من الغزل بين الفن اللوت في بوشنيق وحركة النهضة انا بابا الغالي هذي كلام بيت والناس قاعدة تستاط في المياه العكرة وحكاية البوكي دو فلور هو يزم يعرف السادة المستمعين انه هو هو يسمع فيه لكان يسمع فيه قبل ما يجي في حفلة 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 الحمامات وبعث لي البوكي دو فلور للكوليس هو يسمع فيه اخواء الاجماع لكان نقول كلام غير هذا يتفضلوا كيف جاءوا بحدايا وعطاوني بعطلي قالي نجر من جي قلتوا تشرف وتنور وقص عشرين تسكرة وجابوا لي بوكي دو فلور كيف رجعوا اعتاوني بوكي دو فلور سفير وناس قاعدين شخصيات وزير السابق وزارة الخارجية الناس ومعاها السفير يقوم بش نسلم عليه شو نمد يدي نسلم اذا عيب كبير مش من اخلاقنا بابا وخيركم من بدأ صحيبه بالسلام ومان يحيي بالتحية يرد اكتر منها مش معناتها كيف نصافحك معناتها اني معاك ولا موافقك في سياستك ولا مانيش احترم من الناس الكل انا ماوقتيش تحاسبني وقت اللي تشدني انتي بالكمش انا في حزب من الاحزاب حاضر معاهم في المقرات تمتاحهم ولا نعمل في دعاية معاهم ماشي تشد بعض المقرات حتى اتحدى اتحدى اي واحد يقول لك الكلام هذي مع احترامي لكل الاحزاب وما نتصورش انو حزب ينمي الشر للبلاد ولا يحب يعمل حاجة خاطئة للبلاد فما ربي في الدنيا اما ما نمشيش ما نحبش خاطر الناس الكل اصحابي والناس الكل احبابي نحط في هذا على كتافي عليش انتي في بلاستيك تتصرف نفس التصرف ولا ما تتصرفش منعرش انا بالنسبة للسياسة وضعي غير وضعك لانو انتي اليوم عندك جماهير كبيرة ناس تتبعك انتي ناس تمن بيك انتي ناس تعتبرك قدوة السياسيين بشعب كارتاج هما يدفعوا الفلوس وما يجيبوش اللي يجبتو انتي وبينما في كارتاج نسل قصتك في الفلوس عملت عشر الاف هديك خدمتي غادي تاقف خدمتي غاديك تاقف مأموريتي واني ننبه واني نقول لمن احسن احسنت ولمن اساء اسأت انا صوت هذا الشعب وشالا نتمنى نكون قد هالكلمة انا صوت هذا الشعب انا نعبر عليك انا عايش معاك انا نحاول بش نكون انا صوتك لكن السياسيين اليوم مفقدنا فيهم الثيقة في اغلبهم بابا الغالي ما نحبش نعمم فما البيه وفما الخايب ما بين المترشحين للانتخابات الرئاسية محدد اختياراتك الكبرى عالو عالو شكر معايا والله هل من بيش ندخل في الاسماء ما عنديش الحق اصلا قانونيا ما عنديش الحق اما خلنعرف لطفي بوشنيك محدد اختياراته ستمارس حقك الانتخابي ولا ليه بابا الغالي هذي امور شخصية جدا ستمارس حقك الانتخابي مجمع انت ستنتخل بابا والله مني بيش نسألك على الشخص ستمارس حقك الانتخابي وإلا لن تمارس حقك الانتخابي سأمارسه ستمارسه الشخصيات اللي موجودة عندك شخصيات حددتها رد بالك تعود تسألوا السؤال هذي ملا دور عملت ليه 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 والله ليه ليه مهيش على الحوم العرب قولي مثلا أنا اليوم بش نمارس حق الانتخابي وأنا اليوم أنا نحكي على روحي فهم أربع شخصيات متردد فيها منيش نسميه احنا في الكورنيس خلينا الفتكوكاترش نحروحك أنا نكون أول مني لو عكست لا أصبت لا لا وإنا وضامن معايك العشر ألف اللي جاء في كرتاش كل حد يخدم خدمته بابا رد بالك السياسة السياسة والإدارة والإدارة متاع الدول مش لعبة بابا أنا نقول أنا تحب خلينا نكمل نقول الله يكون في عونه اللي بش يدخل بش يشد البلاد في هالظروف هذه مهمة صعبة وصعبة 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 جدا الله يكون في عونه خاطر ما هيش لعبة لو كنت رئيس دولة الأول قرار تاخده ما هو ليه عدا قلت هولك المرة الأخرى نعاود نقول هولك بابا أنا هاني نقول نعاود نقول هدي ما نقولها ما نحب نقول لا نستطيع أن نبني دولة في الظروف اللي احنا فيها دون الاعتماد على ثلاثة نقاط مهمة الأخلاق حدث ولا حرج أعمل طل على ما غير ما تقول السيركولاسيان أو كيفاش السواقة في البلاد تفهم الدنيا لكل مغال هل كونت فيسبوك مش مشكلة شوف اللغة اللي ولت في الفيسبوك وشوف اللغة اللي ولت تتقال معنتها الأخلاق إنما الأمم الأخلاق وما بقيت واضح ثاني حاجة الانضباط أنا عندي معاك راندي воو وقتاش ثمانية وقتاش جيتك سبعة ونص الحمد لله يا ربي في كارتاج انا عندي الموعد بتاعي العشرة متألي سبعة في الكوليس الحمد لله يا ربي يعني جاي بش نمشي نخدم عندي بش نمشي نخدم ثمانية سواقع كيف عندي ثمانية سواقع بش نخدمهم زمني نخدم ثمانية سواقع بش كيف المد يدي بش ناخذ الفلوس اللي الشهرية متاعي يبدأ ضميري مرتاح ما زلت الانضباط الوقت والعمل ثم العمل وأن نكفه عن الكلام نحن شعوب الكلام لو كان الكلام وسلاحاً كنا احتلين العالم بالكلام الكلام 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 يا والدي يزيم الكلام والوضوح زادة ما عادش نعرفه توا في الوضع اللي احنا عايشينه البارح السيد مع الجيه اليمين وديك ابدل مع الشيه الاليصال البارح كان مع الاخر اليوم ولا مع الاخر الاخر كان مع البرح مع الاخرين ولا مع الاخرين مع الاخرين ما عاش تعرف ثاني حاجة بابا مبدأي حق يساوي واجب وواجب يساوي حق سياسة دي اتقال دي درواء اتقال دفوري دفوري تقال درواء قم بواجبك وطلبني حقك ونعطيهلك بالدم وانا ما نعطيك حقك لما نحاسبك انك قمت بدورك معا مسك البلاد بيد من حديد بابا الغالي مش حديد ما نحبش نسمي حديد ما قلت لك انضباط الانضباط ساعة يفرضوا الحديد بابا الغالي ما هو العائلة انا ما هو اشنو البلاد اتي عائلة عائلة كبيرة اتصور انتي كنت انتي تقرأ في المكتب وكنت معا ابوك الله يرحمه اشنو كنت تروح العشرة ولا حديدش متاع الليلة ولا تروح شارب سكران اليوم كيفاش الروحو احنا لا نحكيه لك انا فم منضباط ولا لا طبعا ويحاسبك على الدروس متاعك ولا ما يحاسبكش كي تجيب خمسة معدلة على عشرين من زلوا حكمنا اليومي نجمي حاسبة او عندهم القدرة وصلاحيات المحاسبة بابا الغالي بش نوليو احنا توا نحاسبوا بعضنا احنا بش نولي كل واحد بش نوصلوا بش نوصلوا وشان لما نوصلوش اما رد بالك راه وانا نحب نقولك حاجة الشر كافر والجوع كافر راه كيف تجوع الكرش راه لا عاد تحكيلي على الديمقراطية لا عاد تحكيلي على حرية لا عاد تحكيلي على حقوق انسان وقت اللي تجوع الكرش واحد يبدأ عنده ولاده جواعة جواعة ما يكلوشي يعرضك في الشيعة تينا الهادي زعيم وانا نطفي بوش ناق شبيك اه بتاتي ش عندك هذا لي خوف ما نيش نعمل ننهول في الحكاية اما ان شاء الله ما نصلوشي ليه وان شاء الله ما نصلوش ليه بابا هذا مسلا تسميه مش التحديد انضبات كل حد يجبنا نعرفه هالبلاد هذي الكل كل من موقعه يقدم ما يجب ان يقدمه هذي امك امك قدامك مريضة وفي حالة وفي حاجة ليك بيش تتساعدها تساعدها ولا ما تساعدهاش ترجع لها كفوها رضعتك وجابتك وحضنتك يقايت بيش تعطيها حقها وانت تشوف فيها فيها الظروف هذي ولا نمدبشي ونمشي ونخليها لا ما نخليهاش بلي فيها بلي فيها بما شكلها لهنا نموت ولهنا نعيش هنا تخلقت وهنا تربيت وهنا ونيت اسمي انا كذا اسمي لطي وشنا يجبني تورد شوية من اللي اعطاته وانا حاضر في اي خدمة في اي عمل خيري هذا مليش نحكي فيه نعمل فيه في الدعاية والتورني بتاعي انا سنال كلها في الاماكن كلها في الصخيرة وفي جبنيانة نتشرف بيهم والبرح في الكريب وتحط اسم العليف وانت في الكريب لاباس لاباس حمدولله وحط على يدك ان شاء الله لاباس 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 حمدولله وغنيت النشيد الرسمي التونسي علش لا كنتو تلاثة يا بابا كيف علش بشل البرشة يا بابا تسئل فيها انا اسئل اهل الذكر وانت كبير اهل الذكر انا بابا انا قلتها في الانتربيون تاعي واحنا نصوروا فيها في الفلجم قلت يراهو النشيد هدايا مدام الموزيكة بتاعه تصورت ما يزمش اذا كان امكن واحسن وافضل اذا كان يكون النشيد يتغلى باكثر من فنان لكن مش صوت الاداء النشيد يطلب صوت معين يطلب فالور معينة في الصوت معناتها انا بابا معناتها تكلمني انا الجهات الرسمية يقولولي بش معنديش الحق بش نحكم مش كون هذا عليش اخترت هدايا ومش من حقي ومش من دوري راذي عليه في سيخته نهائية انا بابا اللي عليا قمت بيه الناس تعطي رايها ما نجمش نكون خصم وحكم انا اللي حبيت نعبر عليه بش نغني على تونس عبرت عليه بطريقتي وبحسي وبكل صدق وبكل حب لهالبلاد هذه اللي فضلها عليا ومهما عملت معاها ما نش ما نرجع لهالش البرشة اللي اعطته لي ما نش نعمل فيه لغة متاعها واحد راهما متاعها سياسة ولا طالب طالب منصب في البلاد ولا طالب حاجة معينة حتى شي هذا صدقي وهذا وهذا كلامي اللي يقول فيه في كل بلاصة بعد عمر طويل اي ان شاء الله فنان لطف بوشناق تعرفش خالق عندي غنية عملها مع لي الورتاني نقول بعد عمر طويل في الاخر يقول زحمة ونمشي بالدز والشارع وسط الطفان ما عرفتوش الوين يهز والناس على كل الوان هذا يعارك هذا يحز هذا يلعب على الميزان وهذا للبندير تلز تتعدى تشوف الخباز دي ما يتشاورنا خبز خبز وحنو تلاح جامع معبي دي ما يهتري دي ما يزز وفنان على القفلة وراء القفلة يجري والصوت على القفلة تعجز وجعني راسي وأنا ماشي والمشي على الرجلين نلزز دخلت لداري ونا في حالة وأنا نتحط ونتهز غزرت الروحي في المراية ولا عرق على جبيني هز قلت الروحي حسيل يقول دنيا تجري وانت تجري يقول القايل فيها طز غده بعدها مره طويل شنو أناوت معاك تهز سيل باجي الله يرحم والله يخفف عليه الطراب شاء الله 94 تنام شنو اللي بش تخلي وراك ذكرة طيبة شنو اللي بش هذا هو عراك عابر سبيل عش ما شئت فإنك ميت ماذا ستترك وراك لو أنا بشش بدورقة ونكتب وصية لتفي بوشنيق شو نكتب فيها وصية لتفي بوشنيق إن شاء الله إن شاء الله ما كنتش مجرد مستهلك في هالبلاد هذية ناكل ونشرب ونرقد إن شاء الله عملت حاجة إن شاء الله رجعت شوية من اللي عطت هولي هالبلاد هذي مش هالله كنت إيجابي ما كنتش عالة على بلادي ما كنتش ناكل ونشرب وكاركاري سامحني في الكلمة يخيفك الموت حتى طرف نصبح ونقوم به وذك اللي مخليني آنا نقدم قول اليوم اليوم في صحة جيدة وده ما نعرفش اليوم عندي بش نعمل عمل اللي بش نعمله اليوم نعمله البرح ولي بش نعمله غدوة نعمله اليوم محلك محلك ومحلني معاك ومحلها الدنيا باوك ومحل جنونك ومحلها بالي كيف ضمه خيالك لخيال يروح يجنع في جنع صحة لي وصحة ليك شفت حوارنا اليوم أغاني وشعر كله غناء محلك شكرا للفن الكبير رب يبارك